شكرا جبانا شكرا أحمد مرة أخرى التسعى صباحا بتوقيت القاهرة السبع بتوقيت جرينيتش موجز الأخبار من التلفزيون المصرية أهلا بكم أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوطن إطلاق عملية عسكرية خاصة في دونباس جنوب شرك أوكرانيا وفي كلمة وقهها للشعب الروسي شدد بوطن على أن موسكو لن تسمح لأوكرانيا بامتلاك أسلحة نووية موضحا أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية وطالب بوطن الجنود الأوكرانيين بإلقاء أسلحتهم على الفور والعودة إلى ديارهم وشددا على أنه في حال حدوث تدخل خارجي في الوضع بأوكرانيا سترد روسيا على الفور من جانبه قال الرئيس الأمريكي جو بايدن أن الولايات المتحدة وحلفائها سيرتعب لدون بطريقة موحدة وحاسمة على هجوم غير مبرر من جانب القوات العسكرية الروسية على أوكرانيا وأضف بايدن أن الرئيس الروسي فلاديمير بوطن اختار حربا مع سق الإصرار ستؤدي إلى خسائر فادحة في الأرواح ومعاناة بشرية مشيرا إلى أن روسيا وحدها هي المسؤولة عن الموت والدمار الذي سيحدثه هذا الهجوم مضيفا أن العالم سيحسب روسيا وجه الأمين العام للأمم المتحدة أنطانيو جوتيريش نداء إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوطن لوقف الحرب باسم الإنسانية وقال جوتيريش بعد اكتباعا طارق لمجلس الأمن بشأن أوكرانيا إنها وقب الحرب ستكون مدمرة لأوكرانيا وبعيدة المدى بالنسبة للاقتصاد العالمية ندد الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينسي السولتنبرغ بقوة بالهجوم الروسي على أوكرانيا مؤكدا أن أعضاء الحلف سيكتمعون لبحث التعامل مع وقب الأعمال العضوانية التي أقدمت عليها موسكو وفي بين الله أكد الأمين العام للحلف أنه رغم التحذيرات المتكررة اخترت روسيا طريق العضوان على دولة ذات سيادة ومستقلة داعيا موسكو إلى وقف عملها العسكري فورا واحترام سيادات أوكرانيا وسلامتها وسلامت أراضيها وأضافت السولتنبرغ أن الحلف سيكتمعون للتصادي لأعمال روسيا العضوانية مشددا على أن الحلف يقف مع شعب أوكرانيا في هذا الوقت العصيب وسيفعل كل ما في وسعه لحماية جميع الحلفاء والدفاع عنهما أعلنت وزارة الدفاع الروسي أن موسكو تستهدف البنية التحتية للجيش والدفاع الجوية والقوات الجوية في أوكرانيا بأسلحة عالية ضقة ولا تهاجم المدن الأوكرانية وأفدت إحدى الوكالات الأوكرانية بوغواي هجمات صاروخية على منشأة عسكرية في جميع أنحاء أوكرانيا وبأن القوات الروسية قام بعملية إنزال في مدينتي أوديسا وماريابول الساحلتين في الجنوب كما أبلغت عن إخلاء موظفين وركاب لمطار بروسبل في كييف أعقد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة اجتماعا طارئا جديدا بشأن الأزمة بين روسيا وأوكرانيا واتهمت وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية وبناء السلام خلال الاجتماع موسكو بانتهاك سيادة أوكرانيا وسلامت أراضيها أمام أعين العالم فيما حث سفير ألمانيا روسيا على وقف تحركاتها العسكرية ضد أوكرانيا على الفور وسحب قواتها كما أكد سفير أوكرانيا بالأمم المتحدة أن روسيا أعلنت حربا وعلى مجلس الأمن الدولي ووقفها ومن جانبه أكد سفير روسيا في الأمم المتحدة أن ما يحدث ليس حربا وإنما عملية عسكرية خاصة مبررا العملية الروسية بموجب المادة الحدية والخمسين من ميثاق الأمم المتحدة نهاية مجزة التاسعة نعود لاستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر ولكن بعد الفصل